اشتركوا في القناة مع المشروع بقانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات كما ناقشها مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 المرافق للمرسوم رقم 7 لسنة 2024 وقرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة شهر لمزيدا من الدراسة تقدمنا بسؤال لمعالي وزير المالية وكان السؤال محددا في برنامج التعافي الاقتصادي شنو الإنجازات اللي تمت وشنو التحديات اللي باقية فكانت إجابة الوزير وهذه تعكس مدى اهتمام الوزير واهتمامه بالإجابة مع السلطة التشريعية كانت الإجابة مفصلة في جذاول تفصيلية بيّنت الأهداف والإنجازات في السنتين 2022 و2023 الرد كان يبين أن هناك 27 أولوية تم إطلاقها في برنامج التعافي الاقتصادي تم إنجاز 22 أولوية بالتمام والكمال بقت خمس أولويات أحد هذه الأولويات تتعلق بالمستوى المعيشي للمواطن وهذه اللي تكلمنا فيها أنها ما زالت تناقش في مجلس النواب من خلال لجنة دعم المشتركة بالنسبة حق باقي الأهداف والأولويات كانت نسبة الإنجاز نسبة كبيرة جداً بين 90 إلى 100% آخر شيء كان تم اللي هو أولوية قطاع السياحي واللي بيّن فيها وزير أن قطاع السياحي قطاع متغير وهذا القطاع يتم مراجعته بشكل دوري على أساس يكون مطابق للمنطقة والمنافسة الموجودة فهذا قطاع أيضاً تحت المراجعة وعليه سوف يتم أيضاً إطلاق المبادرات الجديدة بعد تحديث برنامج التعافي الاقتصالي تحديث برنامج التعافي تحديث برنامج التعافي تحديث برنامج التعافي تحديث برنامج التعافي